احنا لسه في اخبار نادي الزمالك خلينا نستعرض بعض الاخبار كده لنادي الزمالك مصطفى شربي لعب نادي الزمالك حيخضع لفحوصات طبية جديدة في اساعات المخبلة عشان يحدد مدى استجابته للتدريبات العلاجية والتأهلية اللي بيخط عليها في الوقت الحالي عشان نظرت طبعا لأصابته اللي بيعاني منها في وجع في مشت القدم وش الرجلي يعني اللي كانت تعرض لها في مباراة الفريق في نصف نهائي كأس مصر الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أكد أن التشخيص الخاص بإصابة كابتن مصطفى شربي السليم علشان يتقال أن في مشكلة في التشخيص طبيب الفريق بيؤكد أن التشخيص سليم لكن لابد أن اللاعب يخضع لفحوصات جديدة مستمرة من أجل متابعة حالته بشكل جيد كمان كان فيه تصريح للمعتمد جمال بشأن اللاعب أنه هو عايز يطمن تماما على اللاعب قبل ما يوعيد أنه هو إعادة إشراكه مرة أخرى في المباراة طيب كان برضو من أحد الملفات اللي إحنا تابعناها الفترة الأخيرة أن الموضوع بحث نادي الزمالك عن لاعب أجنبي تحت السن عشان يتم قيده خلال الساعات الماضية بيتم عرض من قبل أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الكرة في نادي الزمالك لاعب نيجيري تحت السن تحديدا المواليد 2003 بيلعب في مركز خط الوسط وكيل اللاعب بالفعل أحضر اللاعب لنادي الزمالك عشان يشارك فيه تدريبات فريق 2003 يتم اختباره تحديد الموقف منه سواء هنتعاقد معه في نادي الزمالك أو هيتم توجيه شكر لي المصدر أكد لنا من داخل نادي الزمالك في تصريحات لي رقم عشرة أن كابتن حسين السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات النشئين بيوافق على اختبار عدد من اللاعبة الأفرقة تحت السن مع فريق 2003 وده توجه جديد في نادي الزمالك كمان هنتكلم عليه باستفادة النهاردة طيب دي كانت الأخبار اللي كانت معانا حتى الآن من نادي الزمالك